موسيقى يكمل الذهبي يقول فلما استخلف المستعصم كان خليا من الرأي والتدبير كان خليا من الرأي والتدبير فأشير عليه بقطع أكثر الجند وأن مصانعة التتار وإكرامهم يحصل بها المقصود ففعل ذلك أنتم لاحظوا تحرك التدليس كيف يبدأ أولا بدأ بأن الشرابي والدويدار هم من اقترحوا عليه حل الجيش وجمع الأموال بعد هذا يتحدث بصيقة المجهول اقترح عليه وبعد هذا تحولت القضية لا تهمه بأن ابن العلقمي هو الذي اقترح عليه لاحظ تدرج في التدليس لا زال لحد الآن حركة لحد هذا الوقت حركة التدليس مستمرة على هذا النهج تعليق كان خليا من الرأي والتدبير فأليس هذا من أوضح وأجل معاني السفاهة فكيف سلموا أمور المسلمين ومقدراتهم وتاريخهم ومستقبلهم بيت سفيه وإذا كان سفيها فكيف رضي أمة التيمية بتسلم السفيه السلطة والخلافة والإمامة يحتمل أن الذهبي كان ملتفتا إلى معنى وحقيقة وتجسد السفاهة ولهذا لم يشر هنا إلى أكذوبة أن ابن العلقمي قد أشار إليه بقطع أكثر الجند وتسريحهم لأن هذا يثبت قمة السفاهة وأفحشها حيث يأخذ بنصيحة عميل خائن رافضي جلد خبيث ويؤيد هذا ويؤكده أن الذهبي في هذا المقام قلل من دور عمالة وخيانة ابن العلقمي في سقوط بغداد وخيانتها فلم يحمله كل ما حصل ولا الدور الرئيس فيما حصل بل تحدث عن أنه سهل عليهم ذلك فقال سهل عليهم فتح العراق يكمل وأما ابن العلقمي فكاتب التتار وأطمعهم في البلاد وأرسل إليهم غلامه وأخاه وسهل عليهم فتح العراق وطلب أن يكون نائبهم فبعدوه بذلك أقول الصراع النفسي الذي يعيشه وضغوط السلطة والمجتمع وضغط الجانب الفكر النفسي المذهب الطائفي إضافة لمحاولة جعل القبول عند المتلقي لما يكتبه فإن ذلك يلزمه أن يأتي بمعاني متوافقة تلبي كل تلك الضغوط مع تحقق المقبولية عند المتلقي لكن هيهات الجمع بين المختلفات والمتناقضات لأنما أتوا به ليس من عند الله وليس من الحق والإنصاف قال تعالى لو كان من عندي غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا